أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل الكافي والملائم بما يحقق تحسنا حقيقيا في الأوضاع بالقطاع وخلال اتصال هاتفين تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر الرئيس السيسي من خطور استمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين مؤكدا إدانة مصر الكامل لاستهداف المدنيين العزل بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الاتصال تناول الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتهدئة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية من جانبه ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المشتركة للدفع تجاه التهدئة التي تعد أولوية في الوقت الحالي لاستعادة الاستقرار في الإقليم معربا عن التقدير بوجه خاص للجهود المصرية المكثفة سواء على المصار السياسي الهادف للتهدئة أو من خلال دورها القيادي المحوري في عملية إدخال المساعدات الإغافية لأهالي غزة عبر منفذ رفح أضف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضا مجمل الأوضاع الإقليمية حيث أكد الرئيسان ضرورة تجنب توسع السراع بالمنطقة والتفقاء على استمرار التشاور والتنصيق لضمان استعادة السلم والأمن بالإقليم كما تم خلال اللقاء تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتناول سبل تعزيز العلاقات السنائية المتميزة التي تربط بينهما اشتركوا في القناة